قيادة عمليات بغداد تؤكد تواصل جهودها في نقل بعض السيطرات من مناطق قلب ومحيط بغداد إلى حدودها مع المحافظات ست سيطرات رئيسة يتم تجهيز عملية نقلها حاليا توسع العمران لمدينة بغداد توجب أن نقل بعض السيطرات التي موجودة داخل العاصمة منفض الصرع بالضبط مع المحيط الإداري لمدينة بغداد مثل عندنا سيطرة التاجي التي وجه سيد رئيس وزراء المحترم منقلها لمنطقة العبايشي عندنا سيطرة بغداد واسط التي ستتحول إلى منطقة اللج عندنا سيطرة ستكون في حدود محافظة الأمبار عندنا محافظة ديالة هذا الموضوع حقيقة سيلمس المواطن دخول مرن إلى العاصمة بغداد يذكر أن عمليات بغدادها بالتعاون مع أمانة العاصمة قد رفعت عددا من سيطراتها من الأحياء والشوارع المركزية كما عملت على رفع الكتل الكونكريتية ومن حملة بغداد أجمل أمانة بغداد سرعت بالتنفيذ هذه الحملة ابتدان بتوجيه سيد رئيس مجلس وزراء برفع كافة الكتل الكونكريتية وفتح كافة الشوارع والأزقة في عموم مدينة بغداد ضمن حدود التصميم الأساسي المسؤولة عنها أمانة بغداد هذا يساهم في زيادة جمالية مظهر المدينة إضافة إلى فق الاختناقات المرورية وتأتي إجراءات نقل السيطرات ورفعها ضمن حملة بغداد أجمل التي تشمل تطوير الخدمات والنهوضة ببناء جانبي العاصمة التحتية وإعادة تأهيل طرقها وجسورها وحدائقها العامة من بغداد صابرين كاظم العراقية الإخبارية